بربع كيلو من اجنحت الفراخ عملت وليمة بدون طماطم وبدون بصل اتحدينا غلاء الاصار وعملت منها اكل جديدة ولزيزة جدا وكمان حصرية نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اتمنى من حضراتكم تقدروا مجودنا دسوا لهايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد جمع مباركة عليكم اول حاجة جماعة نجيب ربع كيلو كده من الاجنحة الفراخ هنجيب مية نحط فيها معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة دقيق وعصرة لمونة كده وهننقاهم كويس جدا بعد كده نشطفهم تحت الحنفية وهنجيب كده يا جماعة الاربح اجنحة بتوعنا وهنبدأ ان احنا نشرطهم شوية وبعد كده هنجيب اقل اقل من ربع بصلية صغيرة بعد كده هنضيف نص معلقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الاسود وبعد كده هنبدأ ندعاكم كويس جدا هنجيب الطاصة بتاعتنا وهننزل شوية زيت وبعد كده هننزل بالربع بصلية الصغيرة ولو انتو ما عندكوش بصل بلاش يا جماعة احنا عايزين نوفر وبعد كده هنبدأ ننزل بالاربع اجنحة بتاعتنا هنديهم صدمة على درجة حرارة عالية وبعد كده هنقل بالنحية التانية وبعد كده هنطلع الاجنحة بتاعتنا ونحطها في بولا وبعد كده هنيجي بقى هنا يا جماعة هنضيف نص معلقة صغيرة من السكر عليها نص كباية من المياه وهنسيبها كده لغاية ما تستوي براحتها بعد كده يا جماعة محتاجين كبايتين من اي نوع خضارة عندنا انا استخدمت كباية من شربة الخضار من شهر زاد واستخدمت الكباية التانية بسلة بالجزر برضو من شهر زاد لو انتم خزينين اي خضارة عندكم مفيش مشكلة استخدموه محتاجين كبايتين سواء بقى كوسة على فصولية على بطاطس اي حاجة عندكم وبعد كده هنبدأ بقى نضيف معلقة صغيرة من الملح وبعد كده هنحتاج ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وبعد كده هنحتاج نص معلقة صغيرة بصل بودر ونص معلقة صغيرة توم بودر وممكن يا جماعة تستبدلوا البصل البودر والتوم البودر بخلطة الشاورمة او الشيش تووك من ماجي مفيش مشكلة لو متاحة عندكم دي سارة 8 جنيه موجودة في اي محل جنبكم وبعد كده هنحتاج على المسلة بتاعتنا معلقتين كبار من معجون صلصة الطماطم يبا احنا كده يا جماعة لا استخدمنا بصل البصل ب25 جنيه ولا استخدمنا طماطم لان الطماطم برضو الكيلو ب25 جنيه النهاردة مش نستخدم اي حاجة من الحاجات دي وبعد كده هنقلب كويس جدا جدا وعايز اقول لكم البصلية الصغيرة اللي انا استخدمتها لو مش عايزين تستخدموها مش هتفرق كتير وبعد كده هنضيف كباية من المياه ونقلب كويس جدا وبعد كده هنضيف برضو كباية تاني من المياه مع التقليب يا جماعة محتاجين من الصلصة وكمان البهارات اللي احنا ضفناها كلها كده تنزجم في الخضار بتاعنا عايز اقول لكم هيدي طعم حلو جدا وبعد كده بقى جماعة نجيب صنية الفرن عندنا او اي صنية في البيت عندنا مفيش مشكلة وهنبدأ ننزل كده بالمكونات بتاعتنا دي كلها عايز اقول لكم يا جماعة طعمها حلو جدا وكمان انا ضفت كمان نص كبية كمان من الميا هنبدأ بقى كده ان احنا نقلب ونوزع كده الحاجات زي ما حضراتكم شايفين ممكن بقى نحطها في الفرن على درجة حرارة 180 كده على غاية ما نبدأ نخلص التدبيلة بتاعت الأجنحة بتاعتنا شوية البصل كده بالسكر كده تكرمله هنبدأ ننزلهم على الأجنحة وطبعا انا عندي خلطة المشاوي من ماجي الكيس ده سعره 10 جنيه طحفة جدا طعم مشاوي فيه خطير جدا وممكن نستبدله هقول لكم بايه بمعلقة صغيرة بصل بودر ومعلقة صغيرة تون بودر ومعلقة صغيرة من البابريكا وجبت كده يا جماعة الصينية اللي فيها الخضار بتاعنا قلت اضيف كمان معلقة كده علشان تعلي التست وتد الطعم الجميل وبعد كده بقى نرجع للأجنحة بتاعتنا هنضيف معلقة وربع كبيرة من معجون سلسة التماطم وبعد كده هنبدأ ننزل بمعلقة كبيرة أو معلقة وربع من السياسوس ولو مش عندكم السياسوس يا جماعة مفيش مشكلة خالص وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من سوس الباربيكيو ومعلقة كبيرة من دبس الرومان طب لو حضراتكم ما عندكوش السوسات دي يا جماعة هتستبدلوها بايه هتستبدلوها بمعلقتين كبار من الزيت ومعلقة وربع من السلسة وعليها بصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل اسود وبعد كده هندعك المكونات دي كويس جدا وممكن تسيبوها في التدبيلة ساعة ساعتين مش حابين ممكن تدفوها على طول مفيش مشكلة على الشبكة وطبعا نبدأ ننزل كده بباقي التدبيلة على الوش وزي ومحضراتكم شايفين الخضار عامل ازاي واجنيحة الفراخ تحفة جدا هندخل بقى جماعة الحاجات دي كلها كده على درجة حرارة 250 لمدة نص ساعة لو لقيتوا البسلة ستاوت ماشي ملقتوش ستاوت ممكن تزودوا شوية صغيرين من المية وتسيبوها كمان تستوي هنعمل بقى شوية كده رز بالشعرية هنضيف معلقة كبيرة من السمنة عليها ربع كبية من الشعرية وبعد كده هنجيب كبية ونص من الرز هنخسلهم كويس جدا وبعد كده ننزل على الشعرية هنقلب كويس جدا علشان يتحمروا بالشكل اللي انتوا شايفينه بعد كده هنضيف كبيتين اللي ربع من المية المغلية وهنستنى بمجرد ما المية تبدأ تتشرب هنبدأ ان احنا نوطع الرز خالص وهنحط الشياطة لغاية ما يستوي ويبقى بالجمال والحلاوة دي وزي ومحضراتكم شايفين يعني جواها كوسة وبطاطس وقرفس طعمها حلوة جدا ويا سلامة على الاجنحة عايزة اقول لكم من اجمل واحلى والازل وصفات موفرة واقتصادية وتكافي من الحبايب مية وكمان مش هندفع كتير حاجة بسيطة كده اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا افكارنا جديدة وحصرية اتمنى ان انتوا بس تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو للناس انتوا بتحبوهم تبدأ وبعد تحطوا كده بعد تنزلوا بالخضار جنبه وجنبه بقى جماعة جمان الجناح الجميل عايزة اقول لكم الاجنحة من اجمل واطعم الحاجات اللي موجودة في الفراخ انا بصراحة بحبها جدا اشوفكم على خير جمعة مباركة وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو السلام